سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع مبارح تابع فيه جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة ووجه سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر ماروان وزير العدل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية وقد استعرض المستشار عمر ماروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهمة والسرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة أخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتدولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتدولة في الأول من يناير 2020 كما أن قضايا الأسرة المتدولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتدولة في الأول من يناير 2021 مواجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجهري أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وذلك من خلال يصق للمهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توصيق الطلاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعية فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة زي ما احنا عارفين في شهر يناير بتحتفل الشرطة بعيد الشرطة المصرية علشان كده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استقبل إمارح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وده لتقديم التهنئة ليه والهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة عرب الفريق أول محمد زكي عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتوصلة في مواجهة الإرهاب ومكفحة الجريمة بجميع أشكالها استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقدم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين في مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة معربا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصادي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره من جانبه أشهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار في كافة ربوع البلاد مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهم جناح الأمن للأمة المصرية مؤكدا أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال في مسيرة البذل والعطاء وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة يوم 26 و27 فبراير اللي جاي مصر اتنظم الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية ومساعدات الحركة برعاية القوات المسلحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وده في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعوضية وإنتاجها في مصر زي ما احنا عارفين إن الإدمان هي قافة بتهدد أي مجتمع وبتهدد وعدوه مباشر لأي تنمية بتحصل سواء كان في مصر أو في أي دولة تانية متقدمة من برح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع الاجتماع ده تبع فيه جهود الدولة في مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخلال الاجتماع تم التأكيد على الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان 2022-2026 الخطة دي هيتم إطلاقها من خلال فعالية الفعالية هيتم تنظمها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تاني يتابع فيه الخطوات التنفيذية لتطقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم وأكد رئيس مجلس الوزراء على إن الدولة بتستهدف التأكد من وصول الدعم اللي بتتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقية واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات مكتملة عشان يكون فيه حوكمة للمنظومة بشكل كامل لسه مستمرين في أخبار مجلس الوزراء لأن مبارح كمان رئيس الوزراء تابع الجهود اللي بيتم التغلب يعني اللي بتتم للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتقصيص الأراضي للمستثمرين وخلال الاجتماع أوجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الرغبين في الحصول على الأراضي لإقامة الأنشطة اللي بتستهتفها الحكومة خلال المرحلة الحالية كمان كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مجموعة العمل دي بتختص بحل أي مشكلات بتواجه المستثمرين صندوق تحيا مصر نظم مبارح قوافل رعاية الأسر من قادرون باختلاف سبع محافظات منها القاهرة الإسكندرية الجيزة العليوبية البحيرة والفيوم والمينيا وتم توفير 48 طن مواد غذائية وأكتر من أربعة طن مطهرات وده تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر